اشتركوا في القناة نلاحظ حاجة مميزة جدا في الكلمات طلبا حبا أملا وتشجيعا ما هي الحاجة المميزة نلاحظها؟ هنلاقي انها تنفع تكون لسؤال بيبدأ بلماذا في كل جملة منهم يعني لو جنب نذهب الى المدرسة طلبا للعلم لماذا نذهب الى المدرسة؟ طلبا للعلم نشتري الكتب حبا في القراءة كلمة حبا تجيب على السؤال يبدأ بلماذا؟ لماذا نشتري الكتب؟ أذاكر دروسي أملا في النجاح لماذا تذاكر دروسك؟ أملا في النجاح تكرم المدرسة المتفوقين تشجيعا لهم هو ده المفعول لأجله مفعول لأجله يأتي عشان يبين السبب بتاع الفعل في نفس الجملة سبب حدوث الفعل ليه الفعل ده بيحصل؟ عشان كده قلنا ينفع انه يكون إجابة على سؤال تبدأ بلماذا؟ بالنسبة للإعراب الإعراب بتاعه بسيط جدا كما ترى هو كله فتحة على آخره ولذلك يبقى هو بنعربه في كل الأمثلة مفعول لأجله منصوب وعلامة وعلامة مصبه الفتحة نأخذ القاعدة بتاعتنا قاعدة بسيطة هو اسم منصوب من ده المفعول لأجله هو اسم منصوب طبعا من عائلة المنصوبات يبقى اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل وعلامة نصب الفتحة وعلامة نصبه الفتحة ثم بعد انتهينا من القاعدة بكده نصلنا لآخر الدرس بتاعنا اتمنى اكونوا فهمتوا اشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة